اشتركوا في القناة مع برامج اخرى متنوعة لكن في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار واليكم العناوين اصابات ودهس وعنف مفرط في مليونية لا لعسكرة القضاء في الخرطوم معبرة ومقتل شخصين على الاقل في تجدد الاشتباكات القبلية في ود الماح باقليم النيل الازرق قوى التوافع الوطني تنفي علاقته باي تسوية وشيكة اعلنت عنها الالية الثلاثية والحرية والتغيير تصف الاجراءات ضد وجد صالح بانها اعتغال سياسي بغطاء قانوني اربع حالات اصابة بحم الضنق بولاية جنوب دارفور واثماشر حالة وفاء من بينهم ثلاثة اطفال في تفشي امراض بقرى محلية هيا بولاية البحر الاحمر محامو الطوارئ يتهمون السلطات بتسوية العدالة في تشريح جثمان مدثر كمال وثلاثين الف مواطن في ريف الفاشر مهددون بالنزوح بسبب ازمة المياه محامو الطوارئ يتهمون السلطات بتسوية العدالة في تشريح جثمان مدثر كمال وثلاثين الف مواطن في ريف الفاشر مهددون بالنزوح بسبب ازمة المياه والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا سيّرت لجان المقاومة أمس الخميس مليونية لا لعسكرة القضاء في الخرطوم ومدني وعطبرة ومدن أخرى مطالبة بإنهاء السيطرة العسكرية على القضاء ويستخدمت السلطات العنف المفرط في مواجهة المواكب مما أدى لإصابة عدد من المتظاهرين في شارع الشهيد عبدالعظيم في أمدرمان ومناطب أخرى ودهس طفل في عطبرة وتحركت مواكب الخرطوم من أربع تجمعات نحو الغصر الجمهوري عبر كبري الحرية متجهة إلى الغصر الجمهوري بينما استخدمت القوات النظامية العنف المفرط واستبغت السلطات في الخرطوم المواكب بإغلاق كبري المكنمر مما أثر على حركة المرور في المدينة وأضاف متظاهرون في هذا الخصوص قتل شخصان على الأقل يوم الخميس في تجدد الاشتباكات القبلية في القرية ستة في محافظة والدلماحي بإغليم النيل الأزرق وقال مواطنون لراديو دابنغا إن الجيش ضبط عددا كبيرا من الأسلحة والمسلحين بما فيها سلاح رشاش وكان العشرات قتلوا في اجتباكات قبلية في محافظة والدلماحي ومناطق أخرى في الإغليم في سبتمبر ويوليو الماضي وأعلنت حكومة النيل الأزرق في وقت سابق عن ترتيبات لعقد مؤتمر جامع للتعايش السلمي بين مكونات الإغليم في ديسمبر المغبل نفت قوى الحرية والتغيير صحة الأخبار المتداولة عن وجود أي اتفاق مبينة أنها لم تنضي في أي حل سياسي دون توافق عريض يشمل قوى الثورة والانتغال الديمقراطي وقال المكتب التنفيذي للحرية والتغيير في بيان حول العملية السياسية إنه تلقى اتصالات غير رسمية من المكون العسكري ما يفيد بقبول مشروع الدستور الانتغالي كأساس للحل السياسي مع وجود بعض الملاحظات المحدودة حوله وأوضح البيان أن المكتب التنفيذي غرر سياغة ورغة تشكل موقفه من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة المدنية الديمقراطية الكاملة على أن يخضعها لتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتغالي قالت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني إنها ليست جزءا من التسوية الوشيكة التي تتحدث عنها الآلية الثلاثية مؤكدة تمسك بتوسع قاعدة المشاركة ومشاور الجميع السودانيين في مائدة مستديرة لتحديد كيف يحكم السودان ووصف جمعة الوكيل القيادة في قوى التوافق الوطني وحركة تحرير السودان قيادة مناوي جلوس الآلية مع المكون العسكري وجزء من الحرية والتغيير المجلس المركزي لتحديد كيف يحكم السودان بأنه خط أحمر وأمر خطير وسيجر السودان إلى المزيد من المشاكل وأضاف في هذا الخصوص نحن في الحرية والتغيير التوافق الوطني على نستوى حركة جيهة تحرير السودان نحن ما جزء من الكلام الجادي بقاله سواء كان من الآلية وإذا كان في أي طرف قال هذا الحديث لأنه نحن رويقنا ومبدأنا سهدي تقولنا يا أخي توسين دائرة المشاركة لكل الأحجاب السياسية أقرى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بصعوبة تعود الصندوق النغض والبنك الدوليين للقيام بالأعمال والاستثمارات المطلوبة تقديم الإعانات الكبيرة بدون حدوث تحول سياسي وأكد في تصريحات صحفية خلال مشاركة في اجتماعات صندوق النغض والبنك الدوليين في نيويورك إنه أخطرهم بأن التحول السياسي المطلوب بات وشيكا والسودان سيشهد تشكيل حكومة مدنية قبل نهاية العام ووعد بأن تنضي الترتيبات والخطط بصورة جيدة وأضاف الدكتور جبريل في هذا الحصوص هذه مؤسسات مملوكة لجهات كبرى وخارجية وهذه الجهات ترى أنه لو ما حصل التحول السياسي في البلد من الصعب أن يرجعوا ويقوموا بالأعمال المطلوبة منهم أو الاستثمارات المطلوبة منهم أو التقديم المعونات الكبيرة المطلوبة منهم في الوقت الحالي قال نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حميدتي إن الحركة الشعبية قيادة الحلو أطلغ الصراح تسع رعاء من قبيلة المسيرية وشكر حميدتي رئيس دولة جنوب السودان سلفاكر ميردت على الجهود التي بزل لإطلاق صراح الرعاء وثم استجابت قيادة الحركة الشعبية شمال بفك احتجاز الرعاء وترحيلهم إلى جبة تمهيدا لنقلهم إلى الخرطوم وجدت الدعوة لقادة الحركات غير الموقعة للإنخراط في مسيرة السلام من أجل الحفاظ على أمن واستغرار بلادنا قالت قوى الحرية والتغيير إن الإجراءات في مواجهة عضو المكتب بوجد صالح احتغال سياسي بغطاء قانوني مفضوح يهدف لتعطيل نشاطه السياسي والإعلامي في مواجهة انقلاب 25 أكتوبر مطالبة بإطلاق صراحه فورا وفتح تحقيق حول الإجراءات الخاطئة وأوضح طاها عثمان عضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير لراديو دابنجا أن الإجراء ذو صبغة سياسية وبعيد من الشق القانوني واعتبره جنوح للتشهير ومحاولة للتشويه وإشانة السمعة من جانبه قالت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين في بيان إن إعلان وقد صالح متهما هاربا يمثل إهانة بالغة لمهنة المحامة وانتهاك لحصانة المحامي كشفت وزارة الصحة بيانوب دارفور عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بحم الضنك بمحليتي قريضة ونيالة شمال وطبقا للتغرير الوبائي الصادر عن إدارة الطوارئ يوم الأربعاء فإن ثلاثة من الحالات المسجلة بمحلية قريضة وحالة واحدة بمحلية نيالة شمال وقال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة عباس حسن شمس الدين في تصريحات صحفية إن إجمال الحالات المؤكدة بالحميات بلغت أطماشر حالة منها تمانية حالات بحمى الشاكونغونيا وأربعة بحمى الضنك موزعة على ستة محليات بولاية جنوب دارفور كشف مسح صحي عن وفاة أطماشر شخص من بينهم ثلاثة أطفال في منطغتي خور اللانجيب ويوملال بمحلية هيا في ولاية البحر الأحمر في الفترة من يوليو إلى إكتوبر جراء انتشار الميلاريا والدسنتاري والسعال الديكي وكشف فريق صحي في تغرير إلى المدير التنفيذي للمحلية بعد جولة بالمناطق يوم الأربعاء عن حدوث حالتي وفاء وسط الأطفال في خور اللانجيب في بداية أكتوبر بجانب حالة وفاء الثالثة في سبتمبر وأشار التغرير إلى عدم توفر الرعاية الصحية الأولية وعدم توفر كادر طبي مشير إلى وعورة الطريق وعدم توفر عربة إسعاف مع عدم توفر شبكة اتصال نفى المدير الطبي لمستشفى هيا الدكتور محمد عبد المجيد في حديث لراديو دبنجا حدوث أي وفيات بالمستشفى مشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالميلاريا وعزى تزايد انتشار الميلاريا إلى تزايد معدل هطول الأمطار وتراكم المياه وانتشار الباعوض ودع السلطات لتوفير فحوصات الميلاريا والمحاليل الوريدية ورش البرك وتوفير ناموسيات ودع المواطنين للوصول إلى أي مرفق صحي في حال الشعور بالحمة والصداع واضاف في هذا الخصوص قال محامو الطوارئ أن قوة نظامية مسلحة تعقبت مساء الأربعاء أحد الشباب وقامت بتوقيفه وضربه وحلاقة شعره بطريقة مهينة وتهديده برسالة واضحة أن هذا مصير كل من يقف في طريقنا ويعتبر محامو الطوارئ في تصريح الإجراء استمرار لانتهاكات القوات النظامية وسعيها لتخويف إسكاة الشرفاء الذين وقفوا ضد ما حدث للشهيد مدثر كمال قال محامو الطوارئ أن الأطباء المتابعين أقروا بوجود علامات تعذيب واضحة في جثمان الشهيد مدثر كمال الذي نقل إلى مشرحة أمبدة يوم الأربعة إثر مقتله في قسم شرطة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم ويتهم في تصريح صحفي السلطات بتأخير تغرير التشريح وتحديد أسباب الوفاة معتبرين ذلك تسويفا للعدالة مؤكدا التصدي له بكافة الطرق القانونية وأشاروا إلى أن جثمان الشهيد مدثر كمال ظل بمشرحة أمبدة في انتظار التغرير حتى وقت متأخر من الخميس في انتظار تغرير المشرحة لتحديد أسباب الوفاة هدت العمدة الفاتح أصيل ياسين وعمدة عمودية فشار بريف الفاشر بترك المنطقة وإغلاق المرافق الصحية والتعليمية ونزوح أثر من 30 ألف مواطن إلى مدينة الفاشر بسبب عدم توفر مياه الشرب وقال العمدة في تصريحات صحفية إن العمودية قدمت أربع دراسات للولاية لحفر الآبار إلا أنها لم ترى النور مؤكد معاناة أهل المنطقة في البحث عن مياه الشرب وأضاف العمدة الفاتح أصيل ياسين في هذا الخصوص طالب رئيس مجلس الأمناء المكلف لهيئة محامي دارفور الصادق علي حسن بضرورة استكمال المسال الدموراطي في البلاد لتنفيذ عدالة انتغالية حقيقية تحقق تطلعات وتصورات الضحايا وأشار في حديث لراديو دابنغا أن فكرة تطبيق العدالة الانتغالية في ظل سيولة سياسية وأمنية لا يحقق النتائج المطلوبة وقال الصادق ليس هناك دستور انتغالي فالدستور أما أن يكون دائم أو مؤقت وحذر من مغبة إطلاق مصطلحات خاطئة في المفاهيم القانونية المزيد في جانب من حديثه لراديو دابنغا يقول في مسائل بتاعات نقل وتسفار لكن في النهاية المسائل ما تتعدل أكثر لأن العدالة الانتقالية بيكون نتاج للمجتمع نفسه يعني المجتمع ذاته وينتج السكل البلاء لو إحنا وإحنا صممنا نماذج بتاع عدالة انتقالية وقومنا استخلصناه وأوجبناه من نظام آخر لا يوقع لأنه إحنا نجي نعطر في دولة زي السودان نقول إنه زي جلباب للفصل يواصل موظفو كسلة الإضراب لليوم الثالث مطالبين بتطبيق الهيكل الراتبي للأجور بينما قال والي كسلة في تصريحات صحفية إن الإضراب والتوقف عن العمل ليس حلا للإشكاليات وقال تجمع الهيئات النقابية في بيان إن السلطات اضطرت لتوزيع زبيح بدون إجراء الفحوصات وأدانة إجبار عمال المظافة للحضور إلى العمل رغم إغلاق جميع المؤسسات وأكد استمرار الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم من جهته قال الوالي إن وزارة المالية والقوى العاملة أعلنت التزامة بسداد فروقات استحقاقات العاملين بالهيكل الراتب الجديد قبل وقت من نهاية الشهر الخبر الأخير في النشرة أصدر مجلس الوزراء أمس الخميز قرارا بتحسين شروط خدمة المعلمين عبر تعديل علاوة طبيعة العمل من 50 إلى 70% من الأجر الأساسي إضافة إلى علاوة معلم 50% من المرتب الأساسي وتحويل علاوة ألعب من قيمة ثابتة إلى نسبة من المرتب من جانب وصفت لجنة المعلمين القرار بأنه ليس زوج جدوى حقيقية واعتبرته وسيلة للتخدير ومحاولة لتفتيت وحدة المعلمين وناشدت المعلمين بالمشاركة في موكب الوجور في الخرطوم والولايات يوم الأحد المقبل بصورة فاعلة وعدم الالتفات لمثل هذه المسرحيات انتهت نشرة الأخبار قرأتها لكم من راديو دابنقا حتى الملتقى لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج اشتركوا في القناة